يساهم العلماء الفلسطينيون مع العالم جنبا إلى جنب في إيجاد حل جذري لمرض السرطان اللي بيخلف ملايين من الضحايا سنويا الأستاذ يوسف نجاجرة أستاذ الكيمياء الطبية في جامعة القدس ومع علماء كنديين طوروا أبحاث ولسنوات للشفاء من مرض سرطان السدي هذه الأبحاث نالت واستحقت براءة اختراع عالمية في الطريق الطويل لهزيمة هذا المرض سرطان الثدي بين النساء بمناسبة شهر الزهري وهو شهر التوعية بسرطان الثدي سرطان الثدي حوالي 40% من الحالات التي تصيب النساء هي سرطان الثدي ومنتشر أينما نظرت حوالينا أنت بتشوف أنه في حالات وجزء من هذه الحالات طبعا تصاب بالموضوع البحث اللي احنا راح نحكي عنه موضوع اللي هو سرطان الثدي الثلاثي السلبية هناك أهمية بالغة لأنه السرطان بشكل عام والثدي بشكل خاص إذا ما أصاب الإنسان فيه له تبعات وعواقب صحية نفسية اجتماعية اقتصادية تصور مثلا أنه عندنا الإحصائيات بتقول أنه السرطان بشكل عام فيه تزايد كل الأوقات بزيد والأمر الآخر المقلق أنه يصيب النساء الفلسطينيات والعربيات بشكل عام بس الفلسطينيات بينهم حوالي 10-15 سنة أكثر شبابية من النساء في الغرب الآن هذا يعني أنه تصور أنه امرأة أصيبت بالغرب مثلا عمر الستين وعولجت وعاشت 20 سنة أو 15 سنة يمكن تتوفى بشكل طبيعي لكن إذا امرأة فلسطينية أصيبت على سن الـ40-45 وهذا بنشوفه في حياتنا هذا عائلتها يعني تجربة الحقيقة مرة للعائلة للشخص للأفراد تكون في عز عطائها وبتنضرب بشكل صحي بمرض من هذا النوع لأنه ما في شك بأنه هناك حاجة ماسة للبحث الدائم عن وسائل التشخيص وسائل الرعاية والعناية وطبعا من ضمنها الوسائل العلاجية المختلفة واللي منها واحد من الوسائل العلاجية هو العلاج الكيماء أولا براءة الاختراع بتتحدث عن اكتشاف مثبتات للسرطان بشكل عام وبالأخص سرطان فسدي ثلاث السلبية اللي هو أحد أنواع السرطان الثدي اللئيمة العنيفة الأكثر انتشارا واللي بتترك حظ قليل أو نصيب قليل للمرأة التي تصاب به أن تشفع أو تعيش سنوات بعد الإصابة أنا أولا بدي أشكر برنامج زمالة بدي أشكر جامعة الكدس اللي أتحت لفرصة أني أكون في زيارة بحثية عام 2019 نهاية 2018 لنهاية شهر 9-2019 وأشكر الفريق البحثي الكندي اللي استضافني في جامعة وستن الأنتيريو الهدف كان البحث عن مثبتات تعمل بطريقة مستحدثة على قتل الخلايا السرطانية هذه الزيارة البحثية نتج عنها تصميم مجموعة من المركبات أحدها أطلق عليه جي كي واي أن واحد وطبعا الثاني اثنين وهلما جرى وجي كي واي أن تيمنا بالأحرف الأولى لجيم كوروباتنيك يوسف نجاجرة هذه المركبات عندما فحصت على خلايا السرطانية وبنحكي عن أنواع مختلفة من خلايا السرطان وبالذات الثدي ثلاثي السلبية تبين أن لها نشاط وقدرة على وقف نمو هذه الخلايا والأكثر تشجيعا بالنسبة لنا كان لما مزجناها مع أدوية أخرى كانت هذه السرطانات مقاومة لتلك الأدوية اكتسبت فعالية يعني الأدوية التي كان لها مقاومة صارت فعالة فعندنا عمليا مجموعة من المركبات بين إيدينا لها القدرة على قتل الخلايا السرطانية وبذات الوقت على تحفيز الاستجابة استجابة السرطانات المقاومة للعلاجات أن تصبح مستجيبة للعلاجات